موسيقى مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الشريعة والحياة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم طراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فما حقيقة الموقف من الصحابة وهل تؤثر الخلافات السياسية التاريخية في مكانتهم ودورهم وما الفائدة من اجترار التاريخ وتأييد الانقسام الصحابة دورهم ومكانتهم موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضلة شيخنا علامة الدكتور يوسف القرضاوي مرحبا بكم سيدي مرحبا بكم أخواتكم بداية من هو الصحابي وما معنى الصحبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد فأود قبل أن أجيب عن سؤالك أخو ورثمان أن أوجه شكري إلى القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية على إصداره فتواه في تحريم الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين وإلى كل الرموز الذين يعني اعتز بهم أهل السنة أشكر آية الله العظمى سيد علي خامنئي على هذه الفتوى وأرجو أن تأخذ حقها ومحاسبة من يخرج عليها فقد أصدر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية من قبل فتوى بتحريم سب الصحابة وإهانة الصحابة ولكن نرى كثيرا من إخواننا الشعية تداوزون هذا الأمر وهذا الذي أساء إلى أم المؤمنين عائشة يستحق العقوبة وكنت أود من إخواننا في دولة الكويت أن لا يسقطوا عنه الجنسية وأن يستدعوه ليحاكموه محاكمة علنية على إساءاته للأمة الإسلامية كلها ومن هذه الأمة الشيعة أنفسهم أما من هو الصحابي فجمهور المسلمين على أن الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حيا ورآه وسمع منه ولو مرة في حياته صيحناك الإمام المازري يقول الصحابة الذين نتحدث عنهم هم من لازموه وعايشوه وعاشروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه أولئك هم المفلحون ولكن الجمهور ردوا عليه وقالوا إن الصحابي الذي يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ويأخذ عنه وهذا في الحقيقة لا يترتب عليه أثر في المعركة الدائرة بين أهل الشيعة وأهل السنة لأن الصحابة الذين هم أهل الذين يجري حولهم الكلام ليسوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع أو كذا ولكن أكثر من يتحدث عنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة والذين لهم منزلتهم في الجهاد والفتوع والرواية فهذه هي المشكلة نحن حديثنا ليس عن من رأى النبي في حدة الوداع هذا الحديثنا يجعل هذا الموضوع يأثور أم الصحابة المعروفون فهذه هي القضية الأخ يسري يقول ما رأي فضلتكم في أن تحديد مفهوم الصحابة هو الذي جر إلى كل هذه الاختلافات لا ليس هذا ليس صريحة لأن حد ينكر صحبة أبو بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة أو طلحة أو الزبير أو عمر بن العاص أو معاوية بن أبي سفيان لا حد ليس هذا له دخل في القضية هؤلاء الصحابة متفق على صحبتهم ولا ينكر أحد صحبتهم ولكن الحديث ليس حول هذا مولانا ذكرتم أن من الصحابة من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربما مرة واحدة ومنهم من عيشه وعشره سنوات كأبي بكر خلافنا في العشره دوله وعائش فضيل الدكتور الصحبة هل هي شرف وفضل فقط أم أن الصحابة دورا آخر في حمل الدعوة وتبليغ الرسالة هو شرف وفضل ولكن ليس هذا هو المقصور على الصحابة يعني فضلهم لا ينكر القرآن نفسه أثنى عليه في سورة الأنفال وفي سورة التوبة في سورة التوبة يقول الله تبارك تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خاردين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فحتى من اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم فما بلك بالمتبعين ماذا القول فيما هذا أشمل يعني كل المهاجرين والأنصار وأيضا نجد الصحابة الذين لهم فضل أهل بيعة العقبة أهل بدر نبع عليه الصلاة والسلام حينما ارتكب أحد أهل بدر يعني جريمة تعتبر خيانة يعني وأراد عمر أن يضرب عنه فقال له يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم يعني فيه ناس تشفع لهم سوابقهم حتى وإن وقعوا في بعض الأخطاء الكبيرة أو الخطايا كذلك أهل أحد وأهل بيعة الرضوان ويعني كل الذين شهدوا هذه المشاهد القرآن نزل في أهل بيعة الرضوان يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ولذلك ورد أن لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وفي سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هذا المهاجرون والأنصار والذين تبواء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ثم يأتي الجيل لبعضهم يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ذلك السيد عائشة علقت على هذه الآية قال أمروا أن يستغفروا لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فسبوهم ربنا أقول اطلبوا المغفرة لمن سبقوك بالإيمان هؤلاء يسبون هؤلاء فمن يقرأ القرآن والقرآن يعني يقول عن الصحابة عامة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنة قبل الفتح واللي بعد فكلا وعد الله الحسنة فمن يقرأ القرآن يقرأ بأن هؤلاء الصحابة لهم منزلة كبيرة عند الله ورسوله فضي دكتور هناك من كتب ومن قال بأن الصحابة هم جيل رائد ومتفرد في التاريخ لم ولن يتكرر لماذا هذه الخاصية وهل فعلا لا يمكن أن يتكرر جيل كجيل الصحابة ودي للصحابة يعني من الصعب جدا أن يتكرر لأن من الصعب أن يوجد مربي مثل محمد صلى الله عليه وسلم مين حيتها يألهم إنهم يشهدوا القرآن وهو ينزل وجبريل رواح غداء بآيات الله بالقرآن أو ذلك الصحابة قلت لك هؤلاء شاهدوا تنزيل القرآن وأسباب ورود الحديث وعاشوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم من أي جيل ولذلك يعني الأستاذ أبو الحسن الندوي له رسالة لطيفة اسمها صورتان متناقضتان يبين فيها صورة الصحابة عند الشيعة وصورة الصحابة عند السنة الشيعة يقولون أن الرسول لم يحسن تربية أصحابه حتى أبو بكر وعمر وأقرب الناس إليه وعثمانه والعشر اللي بشرهم في الجنة طلعوا كلهم وليسوا شيء واتهموهم بما اتهموهم به فأما السنة يقولون هؤلاء قمم هؤلاء لهم بطولات أخلاقية وبطولات دعوية وبطولات جهادية وبذلوا أرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل الله فصورة الصحابة عند أهل السنة صورة تقول هؤلاء تلاميذ المدرسة المحمدية تربوا في حجر الرسالة ولذلك التاريخ يقول إنه لم يوجد أصحاب لنبي من الأنبياء أو رسول من رسل الله كان له صحابة مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ذكر لنا نموذج أصحاب موسى حينما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم رامل يقولون كتب الله لكم يعني المفروض من المعرف أنه كتب الله لهم هذا يعطيهم قوة وعزيمة ولكن قالوا يا موسى لأن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن في حد يصبح وطن ويخرج كلا مجانا ولما قال لهم موسى وردد عليهم القول قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون اذهب أنت وربك كنوا راكنوا مش ربهم اذهب أنت وربك إنها هنا قاعدون انظر هذا وما قاله الصحابة في غزوة بدر لقل يعني يعني لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون ويقول له آخر والله ليستعرضت بنا هذا البحر فخطته لاخدناه معك ما تخلف منا رجل واحد إلى آخر هؤلاء هم أصحابنا سيدنا موسى التطر لأن يقول رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يقول على أصحابه هذا فالقرآن أثنى على الصحابة والسنة أثنت على الخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والتاريخ يثني على هؤلاء يعني لم يرى التاريخ مثل هؤلاء من يقرأ سيارهم اقرأ الكتب التي كتبت في الصحابة الاستعاب في معرفة الأصحاب أجد الغابة في تاريخ الصحابة الإصابة في تمييز الصحابة وما كتبه المعاصرون مثل حياة الصحابة الكندهلوي وما كتبه الكاتبون مثل ما كتبه العقاد مثلا على العبقريات الصحابة عبقرية عمر عبقرية خالد وعبقرية علي والصديقة بنت الصديق وعثمان ذو النورين كمم أخلاقية وكمم إيمانية رغم ذلك هناك من يثير بعض الزوبعات على الصحابة الكرام بأن منهم من أقيم عليه الحد منهم من ارتكب ارتكابات ربما هي مخالفة لشرع الله عز وجل فكيف تثبت الأفضلية لجميع الصحابة هذا الأهل الصحابة في مجموعهم جيل فريد سيد قط له في كتابه معالم في الطريق فصل كده يسميه جيل قرآني فريد الصحابة اعتبرهم جيلا يعني متميزا وإنه كان يأخذ القرآن لينفذه ليس بيأخذ القرآن مثل التعبد أو للتسلي أو للمتعة لا يأخذ للتنفيذ فهو جيل قرآني فريد ومن يقرأ سير هذه الصحابة يتأكد ألف في المئة بأنهم جيل متميز لم تكتحل عين العالم برؤية مثله ما رأى التاريخ خصوصا في الكثرة آلاف مؤلفة ومش واقعة ولا اتنين ولا تلاتة وقائعة يعني مخلدة في تاريخ البطولة وتاريخ الفداء وتاريخ الإيمان وتاريخ الزهد في الحياة وهذا ما قاله ذات تاريخ لا يمنع هذا إنه واحد يقع عليه الحد كثير من من أقيم عليها الحد ذهب بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أكم علي الحد مثل ماعز ابن مالك مثل المرأة الغامدية قال له راحي وطالبت من الرسول وقال له روحي أنت لسه حامل إذا كان لنا سبيل عليك فليس لنا سبيل على ما في بطنك وبعدين راحي تعالت كذا شهر لم يأيض ضميرها وقات قالت له خلاص مولد قال له روحي اذهبي حتى تفطني تروح تقعد مدة سنة أو أكثر وترجع يعني ما هذا ولذلك قرر نبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه تاب التوبة لو قسمت على سبعين أهل بيت أو على أهل المدينة لو سعتهم فيعني لا مانع الإنسان يعني يقع من أن الإنسان الصحابة معروف أثبت لهم العلماء ما يسمى العدالة عدالة ولكن لم يثبت لهم العصمة كما أثبت الشيعة لأئماتهم العصمة ما أهلاء الصحابة ليسوا معصومين ممكن يقع منهم ولكن سرعان ما يتوبون إلى الله والتوبة يعني تغسل الإنسان من الذنب كما يغسل الماء الوسخ الله تعالى يقول والذين في سأن عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفور رحيم فالأصحاب منهم من أذنب ولكن تاب الله عليه فضي الدكتور إذا كانتم أن الصحابة كلهم عدول وهذا معتقد أهل السنة والجماعة ولكن نريد أن نعرف ما معنى العدالة التي أثبتت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نسمع الإجابة إن شاء الله بعد أن نذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا مشاهدين الكرام نعود إليكم بإذن الله بعد الفاصل مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة والتي هي بعنوان الصحابة دورهم ومكانتهم مع فضلة شيخنا علامة دكتور يوسف القرضاوي سيدي معتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول ما معنى ذلك؟ معنى عدول أنهم لا يستحلون الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن حينما يأتينا حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابة الراوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء الرواه لابد أن نبحث في عدالتهم لأن إذا لم يكن الشاهد عدلا ممكن يكذب على الرسول الله أو يزيد في الحديث أو يحرفه إنما الصحابة لا يفعل ذلك فلا نبحث في عدالة الصحابة بحيث نقبله أو نرده هذا معنى العدالة المطلوبة هنا ليس معنى أنه لا يخطئ لا ممكن إذا لم يكن حافظا ممكن يخطئ في رواية الحديث وذلك فيه تميز في الصحابة مجموعهم الحفاظ مثلا منهم من روا فوق الألف حديث سبعة معروفين منهم أبو هريرة وعائشة بعد أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وجابر وأبو سعيد الخدري يعني معروفون السبعة الذين رواوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك فالصحابة لا نبحث في عدالته إذا روا لنا حديثا أما من عدا الصحابة لا بد أن نبحث في عدالته لازم يكون فيه يعني أمرين العدالة والضبط قوة الحفظ بحيث أنه ما يحرفش الكلام أو يغيره فالضبط ده برضو نبحث في الصحابة ممكن يكون نغير في الكلام ما ضبطش الكلام وزيك عائشة كان يعترض على بعض الصحابة تقول أنك ما سمعتش كويس ما حفظتش الكلام يعني فهذا ممكن إنما لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخ سمير من فلسطين يقول الصحابة ردوان الله عليهم كلهم عدول وثقة عند المحدثين وأهل السنة والجماعة فكيف ذلك والبعض منهم ارتدى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فكيف ذلك هؤلاء لم يكن قد ثبت إسلامهم فارتدوا وعادوا عادوا الحمد لله عز وجل يعني الذين ماتوا منهم على الرد هؤلاء لا يعتبروا من الصحابة إنما الذين عادوا إلى الإسلام فبعضهم كان له دور رائع في حروب الأكاسرة والقياصرة في حرب الفارس والروم كانوا يتقدمون الصفوف ليكفروا عن سيئة الردة يعتبروا أن كانت هذه خطيئة كبرى منهم فكانوا يعني يكفرون عن هذه السيئة بالإقدام والاستبسال في محاربة الذين يصدون عن سبيل الله فضي الدكتور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت خلافات تاريخية بداية بحادثة السقيفة ثم فتنة مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه ثم وقعت الجمل وصفين وغيرها أدت إلى انشقاقات في الأمة وبروز السنة والشيعة والخوارج كيف تنظرون إلى هذه الخلافات من وجهة نظركم إدخال السقيفة هنا غلط السقيفة حسمت أنه ظهر بعض الأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير ولكن سيدنا أبا بكر أقنعهم أن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش نحن الأمراء وأنتم الوزراء يعني إلى آخره وقام أحد الأنصار قال كلمة جعلت الأنصار جميعا ينفضون عن فكرة منا أمير ومنكم أمير قال بشير بن سعد الأنصار رضي الله عنه يا معشر الأنصار لقد كنتم أول من آوى ونصر فلا تكونوا أول من بدل وغير هذه الكلمة يعني ردت الأنصار إلى موقعهم الحقيقي فلا يجوز أن تدخل السقيفة مع الجمل وصفين أما هذه المعارك الجمل وصفين فكانت فتنة معروفة بسمونا الفتنة الكبرى هذه الفتنة عملت عملها ودخلت فيها عناصر غير إسلامية يعني استغلت بعض الأحداث الصغيرة وكبرتها ونفقت في هذا الأمر وعبد الله بن سبأ اليهودي وغيره وحتى أن المسلمين كانوا في عراكة الجمل يتفقون على الصلح يجدون أن هناك من يضرب سهما في الجيش فأيحد يرد عليهم من الجيش الثاني ولا يعرفون من الذي بدأ المعركة ومن ومن هؤلاء هم الذين يعني وقع المسلمون في شراكهم وهذه المعروف الذين عايشوا الفتن في الجماعات حينما تقبل الفتنة تلتبس الأمور على الناس فإذا ولت يعجب الناس لها كيف وقعت هذا يعني الفتنة تلبس على الناس ويجتهد من هناك من الصحابة من اعتزل الفريقين سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول لهم هاتولي سيف يعني له عينين تبصران ولسان ينطق ويقول لهذا مؤمن وهذا كافر يعني أسامى بن زيد وعدد من الصحابة اعتزلوا الفتن وهناك من خاضوها وكل يعتقد أنه على حق أتباع يعني معاوية يقولون نحن نطالب بدم عثمان وأتباع عائشة أيضا رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا يعني ولما قابلوا سيدنا علي أقنعهم وفعلا تركوا القتال ترك يعني طلحة بن عبيد الله القتل واحد قتلوا واحد قتل الزبير ولما علم سيدنا علي قال بشر قاتل ابن صفية بالنار ابن صفية هي عمت بن نبي صلى الله عليه وسلم أم الزبير صفية بنت عبد المطالب عمته رسول الله بشر قاتله بالنار فلم يرضى عن قتله فكانت يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية وذلك ناس من كانوا في صف معاوية لما رأوا عمارا قتل انتقلوا من هذا الصف إلى هذا الصف فهذه فتن يعني أصابت المسلمين واعتقاد أهل السنة أنها وقعت باجتهاد من كل منهم ولذلك لا ينبغي أن نجتر التاريخ ونوعدنا بل نقول ما قال الإمام أحمد حينما سئل عن هذه الفتن فقال تلك أمة قرأ قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز أيضا حينما سئل عن ما شدر بين الصحابة وما سال من دماء فقال تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلطخ بها ألسنتنا ولكن مولانا يعني هذه الوقائع التاريخية إن شغل بها المسلمون لأن هناك استفافان حصلان يعني حصلان هناك من تحدث عن الخلافة من أحق بها من الآخر هناك تحدث من المخطئ من المصيب يعني الآن أصبح أمرا واقعا حكم الخوط في هذه المساء الآن ودراستها هذا ليس أمر واقع هذا أمر تاريخي هذا ليس واقع هذا ليس حديثا في الواقع هو الحديث في التاريخ في الحقيقة إجترار للتاريخ أنا أذكر شيخوني الشيخ محمد الغزالي يعني واحد كان يسأله ويقول له من أحق بالخلافة علي ولا أبو بكر يعني فهو ما أسأل شيء لكن كرر قال له يا أخي ذهب علي وذهب أبو بكر وذهبت الخلافة وهدمت الخلافة لا عاد لا بني العباس ولا بني أمية ولا بني عثمان اللي بيحكمنا الخواجات الغرب هم اللي أصبحوا بيحكموا بلادنا جاي تقول لي مين فين عالي وفين أبو بكر هذا هو المنطق هذا هو الواقع مش الواقع إنك تقول لي مين حق ممن نعم فضيل الدكتور يعني الصحابة كان لهم دور كبير ومكان عظمى في التاريخ الإسلامي في القرآن في السنة يعني الآن ربما جاءني سؤال على الإنترنت يسأل عن حكم الطاعن وسب الصحابة رضوان الله عليهم هذه يعني الحقيقة يعني يعني جهالة كبيرة لا ينكر أحد فضل أصحاب رسول الله فضلهم في القرآن فضلهم في السنة أثنى آيات القرآن أثنت عليهم وحديث الرسول جعلتهم خير قرون الأمة وأثنت على كثير منهم يعني يعني يكفينا أنه القرآن قال عن أبي بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا يعني مع أبو بكر ومع الرسول وأبو بكر معنا لاثنين ضمهم ضمير واحد والأحاديث التي جاءت في فضل أبي بكر وفي فضل عمر ومن الذي روى لنا القرآن الذي حمل القرآن إلى الأمة مش هما الصحابة من اللي كتب القرآن وارسله إلى الأمصار مصحف عثمان الإمام سيدنا علي أقر هذا الصحابة أقره سيدنا علي لو كنت ما كان عثمان لفعلته كما فعل وحفظ لنا القرآن الكريم من الذي نقل إلينا السنن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسنن القولية والسنن العملية والسنن التقريرية الصحابة من الذي فتح الفتوح من الذي فتح السند والهند ومصر والشام وفلسطين ومين اللي فهم وش صحابهم الذين قادوا هذه الفتوح من اللي علم الأمم من اللي رباها على الإسلام واحد زي ربعي بن عامر حينما لقي رستم قائد قوات الفرس وقالوا من أنتم والذي لأى بكم من بلادكم فقال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام كان معلم من الأمم ربنا علم محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحاب وعلم الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمم من بعدهم هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله يعني التاريخ يشهد على ذلك ف نحن نيجي نسبوهم أولا الإسلام لا يحب السم والمؤمن ليس سبابا ولا لعانا المؤمن يدفع بالتي هي أحسن ولا يسب أحدا حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبو الضهر فإن الله هو الضهر لا تسبو الريح فإنها مأمورة فوعدوا لك الله يلعن الرئي الله يلعن الحم الله يلعن لا يا أخي لك لا تسبو الحم فإنها كفارة بني آدم بل جاء في حديث لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره حتى الشيطان بدلا ما تقول الله إلا أن الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الغربيين عندهم مثل يقول بدل أن تلعن الظلام أضئ شمع اعمل عمل إجابة واحد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عثر به الحمار فأل تعس الشيطان الدب عثرت به أل تعس فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان انتفخ وتضخم حتى كأنه الجبل ولكن إذا ذكرت الله وقلت بسم الله تصاغر وتضاءل حتى يصير كالذباب فبسم الله عمل إجابي إنما تعس الشيطان عمل سلبي هكذا وحتى القرآن يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الأصنام اللي بيعبدوها من دون الله المشركون لا تسبوها لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوى بغير علم تشتم هبل يشتم ربنا طب ليه يا خلاص بلأ بلاش بلاش السب فالإسلام يعلمنا أن لا نسب الأشياء ولا نسب الناس فالسب أمر سلبي فكيف يبسب الصحابة كيف يبسب من عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يليق بالدين ولا يليق بالخلق ولا يليق بالعقل ولا يليق بالذوق أن تسب الذين نصروا الإسلام وهاجروا في سبيل الله وقدموا أرواحهم وأموالهم رخيصة ولولا هؤلاء ما كنا مسلمين ما الذي إحنا مثلا في مصر ليس عمر بن العاص هو اللي سعى إلى فتح مصر وإدخال الإسلام فيها ومعه من معه من الصحابة يعني الصحابة لهم فضل على أجياء الأجيال الأمة يعني جميعا فنكافئهم بأن نسبهم إذا كانوا نبضي اترك أمرهم إلى الله يحاسبهم الله يوم القيام الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير هذا موقفنا مع الكفار الصرحاء لوم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير في الحساب يوم الحساب فهذا هو موقف المؤمن أما سب الصحابة فهو أمر لا يليق بمسلم وهو شيء من قلة الأدب الحقيقة يعني من الفرود من يفعل هذا يؤدب ويعزر سيدي نأخذ بعض المشاركات الشيركو عبد الله من العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الشيخ الكبير والأستاذ العزيز أنا في البداية أدين عندما سمعت هذا المقول عندما سمعت المشتيمة التحرض على سيدنا عائشة أمهات الممنين أدين هذه دوجة الرسول في الأرض محمد وفي سماي أحمد صلى الله عليه وسلم أدينه وأستنكره ولكن عندي سؤالي سيد الشيخ لماذا لا يوجد مثلا قنوات تدعم تدعم الصحابة والأحاديث الذي كان يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلاقات التاريخية والتزاوج بينهم هذا ما يوصل إلى فكرة للناس المتخلفين مع كل احترام وإذا هناك ناس متخلفين بأنه يعتقدون أن زوجة الرسول كذا أو صحابة كذا نوصل للمواطن أو لمسلم البسيط الذي لا يقرأ ولا يكتب الذي لا يعرف الطلاع على الدين حتى لكي يستفيد هو من هذا الإسلام وهذه نظرة الإيمان والدين وشكرا جزيلا شكرا جزيلا ياسر الديب من الكويت السلام عليكم وعليكم السلام تفضل بسؤالك أول شيء طبعا لازم أقول أنه الشيخ القرضاوي واحد من الشخصيات اللي أنا بعتزيه كتير وبيحترمه كتير بسألي سؤال للشيخ لو سمحت جمال الدين الإسلامي أنه دين بقول أشهد أن لا إله لله وأشهد أن محمد رسول الله دين ما فيه لا قبيسين ولا قبيسات نحن بتبجيلنا للصحابة لدرجة نخلق قبيسين وقبيسات الصحابة بعد الرسول تعاملوا بالشأن العام تعاملوا بالسياسة أقاموا حروب قتلوا بسواة تصرفاتهم عمروا شرخ بالأم يقلوا 4400 سنة بعد ما ندفع 8 لحد هلأ نعم السؤال ليس الصح ليس الصح الفيديو اللي لا شير ليس الصح أنه نحن نقول للعالم لا تتعاطر بالشيخ الشغل من قول أي شيء بعد الرسول وبعد أشهد أن لا إله لله وأشهد المحمد رسول الله فهو ممكن النقاش فيه وممكن إصدار الأحكام عليه يمكن من عدم الزوء السب ولكن يحق لنا أن يكون إلينا رأي فيهم طالما هنو تعاطوا الشأن العام وتعاطوا السياسة وأقاموا الحروب وفعلوا ما فعلوا بالأمه وشكرا شكرا شكرا جزيلا محمد محمد حسين بغداد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام سؤالك باختصار أخ محمد وعلى فضيلة الشيخ المحترم وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد أليس الذين يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين هذا كفرا بواح وهذا عدم التأدب أليس هم خارجين ما أبقوا شيء من الإسلام ما أبقي لهم شيء من الإسلام يا شيء حمد الفاضي وصل سؤالك أخ محمد حسين وصل سؤالك شكرا جزيلا سيدي نبدأ من الأخ محمد حسين من بغداد يسأل عن حكم سب الصحابة هل هو يؤدي بصاحبه إلى الكفر ممكن يعني قد ينتهي به إلى الكفر بأن يكفر الصحابة بعض الناس أقول لك الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني الحقيقة يعني معارض القرآن القرآن يعني يعني يمدح هؤلاء خصوصا يعني السابقين الأولين من المفاجرين والأنصار خصوصا أهل بادر خصوصا أهل يوحد حتى أهل يوحد منهم من فر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن القرآن يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم حتى هؤلاء أثنى على المهاجرين والأنصار فكيف نقول عنهم ما نقول هذا يعني كلام يعني الصحابة في جملتهم هم من هم أفضل أجيال البشرية على الإطلاق لم يوجد أتباع لأي نبي ولا لأي مصلح ولا لأي فيلسوف فإلا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي اتبعه هذا الكم الهائل من الصحابة الذين قدموا أنفسهم وأموالهم رقيصة في سبيل الله الصور التي قدمها الصحابة صور رائعة يعني من يقرأ كتاب مثل حياة الصحابة هذا العالم الهند اللي جمع من المصادر الموثقة من أخلاقيات الصحابة في الزهد والورع والتقوى والسخاء والبذل يعني والتعبد لله عز وجل وعمل الخير يعني شيء رائع فمن يقول عنها رائعة الصحابة يعني ودزاهم خيرا عن الإسلام وعن القرآن وعن الرسول وعن الأمة خير ما يجزي به الصالحين والصادقين من عباده الأخ ياسر الديب من الكويت يقول لماذا نبجل الصحابة ولا يمكن أن ندخل إلى تاريخهم وهم مارسوا الشأن العام وحكموا وكان لهم دور كبير في الحكم والسياسة وربما أدى خلافهم إلى أن يستمر إلى يومنا هذا خلافهم انتهى خلاف مين مع مين خلاف يقول لي خلاف مين مع مين خلاف مين مع مين نعم يعني الصحابة وقع في بني في سقيفة بني ساعدة وانتهوا إلى أبو بكر وكانوا مع أبو بكر والحمد لله وقفوا معه ضد حرب الردة ووقفوا مع عمر رضي الله عنه جميعا وكان يعني علي رضي الله عنه توقف في البيعة أو الأمر ثم بايع أبو بكر وكان مستشارا له وبايع عمر وكان نعم العاون له وتزوج عمر بنت سيدنا علي أم كلثوم بنت سيدنا علي أراد أن يتصل نسبه وكانت العلاقة منهم على أحب وأفضل ما تكون ليست كما يزعم الزاعمون وهكذا حتى معاوية بعد ذلك الإمام أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنه بعد أن بايعه أصحاب أبيه في الكوفة بإمارة المؤمنين وأعد حواله ستة أشهر أميرا للمؤمنين رأى أن يترك هذه الخلافة ويتخلى عنها طائعا مختارا ليحقن دماء المسلمين ويجمع كلمتهم وذهب إلى معاوية وتنازل محدش أدبره وسمى المسلمون هذا العام عام الجماعة وانتهت القضية القضية بيصيرها ناس معينين لا أدري لأي سبب يعني نحيي الميت في هذه القضية ونثير ما لا ينبغي أن يثار ليس لأحد مصلحة في إثارة هذه الخلافات خلافات انتهت وذهبت أيامها وذهب أهلها وسيحاسب الله أهلها يوم القيامة على نياتهم وعلى أعمالهم وليس الحساب إلينا ولكن الحساب إلى الله عز وجل نحن لا نعلم النيات نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فلا لمصلحة للسنة ولا مصلحة للشيعة ولا مصلحة لعموم الأمة في إثارة هذه الخلافات وإحيائها واجترارها يعني هذا لا يقول به عاقل الأمة التي يعني تعيش بالعقل وبالحكمة لا تشتر هذه التواريخ المؤشر بل تحاول أنها تلملم الجراحات وتحاول تجمع الصفوف وتحاول توحد الكلمة خصوصا أن الأمة معرضة لأختار من كل ناحية وأعداؤها يتكالبون عليها من كل جانب الصهيونية والصليبية والوثنية والنفاقية والجبهات المختلفة كلها تعمل ضد الأمة فليس مصلحة الأمة أن تتفرق كلماتها أكثر بل بالعكس مصلحة الأمة أن تتناسى هذه الخلافات يا أخي الأوروبيون قاتل بعضهم بعضا وقتلوا من بعضهم البعض عشرات الملايين في الحرب العالمية ثم وجدوا أن من المصلحة اترك هذا التاريخ اركنوا جانبا اردم عليه وأن يلا نتحد بعضنا وبعض وأقاموا الاتحاد الأوروبي ونسوا الدماء السائلة والأرواح المزهقة وأن المصلحة أن يتجمعوا وأن يتحدوا في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكركم فضيلة شيخين العلماء الدكتور يوسف القرضوي على هذه الإفادة الطيبة كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم تحيات معدل برنامج معتز الخطيب والمخرج منصور الطلافيح والسائر فريق العمل دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر